السؤال بيسيها أخر بقى لك يا جبا السوشال ميديا بدأت تتكلم حتى لو بهزار يعني يقولك إيه جريندو هيلعب ومحمد صراح مش هيلعب عمرو موسى هيلعب ومحمد النيني مش هيلعب توقع اسمائي لعبت اللعبة المصر دي اللعيبة اللي بيطلعها واللي كانوا يفلوه مع الخط اللعيبة اللي كان بيعتمد عليها الكابتن حسن الحسن مثلا يعني ده الهزار ولعبة محترمة طبعا 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 طبعش منتخب عادي بس أصد إنه مين بقى اللعيبة اللي انت شايفها هتبقى مثلا في قايمة كابتن حسن اللي جاي التشكيلة اللي ممكن اللعيبة اللي تعجب الكابتن حسن وتتناسب مع أسلوبه خلينا أقول لك الأول كابتن حسن هو راجل اشتغل عنده مسيرة تدريبية ستوى حسن اشتغل في عنديه كتير اشتغل مع منتخب الأردن أكبر فترتين اشتغل في يومناد المصر واندي تحاد سكندري وكان ليه فترة طويلة برضو بإقرابة الموسم مع نادي الزمالك موسم مشوية الطريقة اللي بيشتغل بها الرجل 4-2-3-1 هي الدومننت هي المسيطرة في غالب الأمور اشتغل كمان ب4-3-3 واشتغل ب3-4-3 في بعض المباريات حسب وراء يعني في أحد مبارياته في فترة تجربته مع نادي المصري فترة الأخيرة ليه مع نادي المصري لعب 3-4-3 قدام النادي الأهلي وتعادل 0-0 وازوني لعب فترة مع الاتحاد كمان ب3 مضافعين والاتحاد لعب ب3 مضافعين فهو لما بيلاع عنده مشاكل عنده مرونة تكتكان وغير ولكن هنروح للدومننت وربتيج تشوف أي مدير فني جاي يمسك نادي أو يمسك منتخب انت بتروح ليه في الغالب الإجمالي كان أكبر عدد منه وربي يخوه بقاني بطريقة ب4-2-3-1 طيب 4-2-3-1 تصبه في مصلحة مين تصبه في مصلحة أي بليميكر لأنه عايز بليميكر عايز لعيب هو لسطة اللي في الملعب طيب لسطة اللي في الملعب ده الرجل اللي بيشغل الفرقة ده الرجل اللي الطابع بتاعه بيقى هجومي في الغالب ليه بخط وسط في هجومي في الغالب تروح لمين وهو ما بينك وصين أي لعيب هقولك اسمه سواء بقى عن طريق معلومة أو عن طريق تصريح كابتنو حسام مقتنع بيه لأنه ما بحبش كلمة بيحب وبيقر مقتنع بيه مقتنع بإمكانياته فلعيب زي أفشة ولعيب زي محمد إبراهيم أفشة ومحمد إبراهيم البروفايل ده تستبعيتش أبدا أنه في التجمع واللي جاي تلاقيه وجود في منتخب مصر مين تاني كان بره الصورة تماما الفترة اللي فاتت وهتلاقيه موجود محمد عوات محمد عوات كابتن حسام مؤمن بيه جدا مؤمن أنه حارس يستحق أنه كان يتواجد في منتخب مصر على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا رقم ثلاثة يعني كان دي الأسامي وأنا بروس كده شوية بعض الأسماء يعني حمد شوكري حمد شوكري كابتن حسام عنده قناعة كبيرة جدا 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 لاعب طبعا سراميكا اللي كان موجود فيه النادي الأهلي ماشي بشكل ممتاز وكان قريب جدا من النادي المتخب في الفترات الأخيرة حمد هاني حمد هاني طول ما هو سليم وبيلعب مع النادي الأهلي هو الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر دي قناعة كابتن حسام حسن إنه أفضل ظهير أيمن في مصر باي فار عن أي حد هو محمد هاني فيش خلاف على أحمد حجازي ومحمد العباني مشايف أنهم ألعب أكبر برغم تحفظه على بعض النقاط يعني مروان إمام ذكرت لك كمان أفشا زيزو كابتن حسام شايف أن يزيزو في حتة تانية خالص شايف أن يزيزو ما ينفعش يلعب في أي حتة في الملعب جل في مكانه يلعب في الوينج رايت وهي هتقابله هنا الأزمة الأزمة أسكرا بتتكلم عليها إنه محمد صلاح وهعلق حاجة بس بعد وقول الجملة دي على قصة محمد صلاح وأخيرا اللعيب بقى اللي بره المنتخب بقى له فترة طويلة جدا حصل له دروب هو نفسه وهي بقول لك اللعيب ده تحديدا أنا بتوقع انفجاره مع منتخب مصر وهيكون موجود في أول تجمع ويرجع يلعب بس يرجع يلعب مش يرجع تقلق يرجع يلعب رمضان صبحي كابتن حسام حسن شايف إن أفضل جناح في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة طلع محمد صلاح برا الحزبة في الكرة المصرية داخلين هو رمضان صبحي فرمضان صبحي مجرد ما هيرجع وهيشترك مع بيرامز ويشتغل مع فرق بالخاصة أن بيرامز أعلن تعيين مدير فن الكرواتي جديد النهاردة ويشتغل هتلاقي ما وجود في منتخب مصر ففي بعض اللعيبة بالنسبة لها قدوم كابتن حسام حسن آخر العيب كمان اللعبة اللي كابتن حسام شايف إن هي لعبة كويسة وعلق عليها في أكتر من مناسبة أحمد هاني ظهير أحمد هاني بقى مش محمد هاني ظهير أيمن وكأن الأخوين هيبقى لأخوين هاني في البكريت يعني ظهير أيمن في السراميكا من اللعبة اللي هو شايف إن هي لعبة ممتازة أخيرا بقى قصة محمد صلاح كابتن حسام حسن في اجتماعه مع التحاد الكرة أكد إنها كانت مجرد تصريحات بيتكلم على حاجة فنية وعلى واقعة بعينها واستشهد ببعض تصريحاته الأخرى في اختياره على سبيل المثال لما جيت سأل في أحد البرامج عن التشكيل المثالي التاريخي لمصر هو حط في محمد صلاح وقال لهم أنا شايف إن محمد صلاح هو واحد من أحسن لمجات في تاريخ مصر فأنا أكيد ما عنديش مشكلة لا فنية ولا شخصية من محمد صلاح الأمر كما هو محمد صلاح كابتن المنتخب محمد صلاح موجود في المنتخب الفترة اللي جاية وده كان كلام كابتن حسام مع الناس في اتحاد الكرة وما عدين بيتفقوا على الجهاز وعلى التفاصيل بتاعة الفترة اللي جاية فالناس بتاعة قصة وصلاح وكابتن حسام والخناقة والتصريحات كلام مش موجودة